ترجمة نانسي قنقر الاناتومي. وبكده نكون احنا بازن الله خلصنا كورس الجنرال الاناتومي. وبازن الله هنبدأ من المحضر اللي جاية الكورس الخاص بالاناتومي. الكلامنا المرة اللي فاجت عن الجزء التاني من الاناتومي هتكلم النهاردة عن العضلات اللي هي المسلز. مبدايا كده لازم تفهم مصطلح يعني ايه عضلة. يعني اتكلمنا عن او كلمنا العضمة. عرفنا يعني العضمة ده بيتكون من ايه? اتكلمنا عن والفاشية. اتكلمنا عن المفاصل تمام? هتكلم نهاردة عن العضلة. يعني ايه عضلة? العضلة دي دي هي الحاجة اللي بتحركنا. انا بشرب كوباية شاي بارفع ايدي بلف الابتيمين بلف الابتشمال. الحاجة المسؤولة عن الحركة دي بتكون عبارة عن عضلات. تمام كده? تمام. طيب ازاي? في عجالة. الكلام ده مش عليك حاليا ولكن اعرفه. انا والله في امبلس او يعني كهربا. بالبادئ كده خلاها كهربا. الامبلس دي او الاشارة العصبية دي بتنزلي من المخ. البرين. من اريا او منطقة في المخ. تمام? اسمها يعني الاريا اللي خاصة بالموفمينت او الموتور فانكشن. تمام? تمام. الامبلس دي بتنزلي. بتنزل في تروح عند منطقة اسمها وبعدك هتعدي في اللي هو العصب. وبعدك هتروح تعدي لي العضلة. تمام? الامبلس دي بتحمل ايه? والله بتحمل او بتيجي تقول العضلة يا عضلة انقابل دي. تمام? كل الكلام ده بيحصل في اقل من ثانية. تمام? فانا عايز امسك الكوباة قدامي دي. هعمل ايه? في امبلس هتنزلي من المخ. تمام? ثانية تروح للصابع بتاع الايد. العضلات اللي موجودة في ايه دي? تعمل فانا اروح امسك الكوباة. تمام? فهو انا عايز اقول لك ايه? عايز اقول لك ان العضلة او العضلات عموما يعني الكلام ده يعني مدموعة من الفايبرز كونتراكتايل قابلة للانقباط. تمام? دي بتكون مسؤولة عن لأي جزء من اجزاء الجسمة. تمام كده? يبقى العضلة تعرفها بالعربي. دي مجموعة من مجموعة من لازم تكتب كده كونتراكتايل قابل انقباط. مسؤولة عن طيب سؤال هل دي لازم تكون في اه مفصل او في عضمية بتحرك? ولا? يعني مش شرط. ده مش شرط. اهم حاجة انها خلاص. تمام? دي ممكن تبقى حركة الامعاء جوا بطني. حركة المعدة. تمام? الحاجات اللي جوا الجسم دي كلها بتتحرك. فهو مش زي مسلا المسال اللي بتحكي بباية الشاي. او القلب بيحصل فيه انقباط وانبساط انقباط وانبساط. المسال بتحكي بباية الشاي. اعلى سبيل المسال يعني. او انا ماشي. وهنا طالع السلة. بقفرش بباك بكتب بايدي. كل الامثلة دي برضو حاجات ليه? الموفمنت. يبقى تلات امثلة. في تلات اماكن مختلفة. انا عايز اقول لك ايه? عايز اقول لك ان في عندنا تلاتة جروبز من العضلات. اول جروب معانا سموث. من اسمها كده سموث نعمة. يعني عضلة القلب. سكيليت المصل. سكيليت المصل دي العضلات الهيكلية. اللي هي اللي بتكون متصلة على العظم او مسكة في العضل. تمام? دي اللي مسؤولة عن الحركة بتاعت الجسم. رايح جاي بقى طالع السلة مش عارفتي بعمل بعمل الحاجات دي كلها خاصة بالسكيليت المصل. تمام? مصل موجودة فين? موجودة في تمام? جوه بطني. طيب الكارديك مصل موجودة فين? سؤال غابي بسرعة. كارديك مصل موجودة في الهارت? في القلب. تمام? المصل موجودة فين? موجودة في كل اجزاء جسمي اللي هو العضلات الهيكلية. تمام? سموث مصل. من اسمها سموث نعمة. ما فيهاش يعني مش مخططة. تمام? تمام? في يعني خطوط صغيرة خاص بالطول وليس بالعرض. اللي انا عايزك تعرفوا ان هي تمام كده? تمام? طيب بالنسبة الكارديك. الكارديك مصل. والله في بالطول وفي بالعرض. تمام? يعني كده بالطول وبالعرض. طيب اللي بالطول قد ايه? واللي بالعرض اقديه? والله اللي بالطول بتكون اقل شوية. تمام? يبقى اللي بالطول بتكون بتكون اقل. ده بالنسبة للكارديك. طيب بالنسبة للاسكليت المصلز. بتكون عبارة عن ايه? بتكون عبارة عن يعني مخططة بالطول وبالعرض. طيب دي او التخطيط دي. دي بتساعد دي في. يعني انت لو ملاحظ معي في. ليه? لان هي انا عايز في المصل اكتر. تمام? وعرف هتحكم فيها. انما هنا لأ. يبقى اول فرق ما بين التلاتة هي نعمة الكارديك مصل في ولكن اللي هي بالطول بتكون اقل من اللي بالعرض. اما لسكليت المصل فيها بالطول وبالعرض. رقم اتنين. السموث مصل. هل انا اعرف اتحكم في الاعضاء الداخلية بتاعة جسمي? لا. يعني اقول للمعدة معدة اعملي كونتراكشن? يا هارت اعملي كونتراكشن? يا انتسن اعملي كونتراكشن? لا. فهي بتقع تحت الانفولانتري كونتراكشن. انفولانتري. تمام? طيب يعني يعني لا ارادية. انا مليش تحكم ومليش سلطة عليها. طيب بنسبة المصل اللي هي العضلات الخاصة بالقلب. نفس الكلام برضو. هل عضلة القلب تعبت شوية في دهرتاح? هتقول لك لأ انا خلاص انا اتعبت وضعها رياح لنص ساعة. لو هتراح نص ساعة بقى انت خلاص. هتراحل لابد. برضو. لا ارادية. انا مقدرش مليش سلطة عليه. الوحيدة اللي هي المصل. انا بعمل كونتراكشن في بعمل كونتراكشن في الترايسيبس. بعمل كونتراكشن في الكوادريسيبس. اه بقى ارفع اجيب حاجة مع الراف. الحاجات دي كلها تحت الفولانتري كنترول. يبقى السموث مصل انفولانتري. الكاردياك مصل انفولانتري. والسكريت المصل فولانتري. تمام? رقم تلاتة. الاتنين دول اللي هم الانفولانتري. اللي اسموث والكاردياك. بيتغزوا باوتوناميك فايبر. اوتوناميك. اوتوناميك نيرفا السيستم يعني. اللي هو الجهاز العصبي اللي ارادي. طيب بالنسبة للاسكليت المصل بيتغزى بي السوماتيك نيرفز. السوماتيك نيرفز دي اللي بتعملي او بتحمل الامبالس اللي عضلها عشان تبقى تعملي المصل كونتراكشن. دي السوماتيك سوماتيك نيرفز. تمام? طيب بالنسبة للجزء اللي بعد كده. مبدئيا بص هنا كده يعني العضل للاسكيتا لمصر انا لو جريت مسلا نص ساعة هتعب. تمام? هل الكاردياك مصر بتشغل نص ساعة وتتعب? لا. ما فيش. ما بيحصل لاش اصلا ما بتتعبش. ليه? لان هي دايما طول العمر شغالة لو عادت القلب وقفت خلاص انا موت. وده من حكمة ربنا. يعني انا لو جبت مكانها الكاردياك مصر ممكن احضمشي اجري الابد. ولو انا جبت مكان الكاردياك مصر تمام? هيحصل ايه? يعني انا نص ساعة قلبها هيتعبني واموت. فهذا من حيات مطربنا طبعا. نفس الكلام هنا. not easily fatigued. تمام? اللي هي يعني ما بتتعبش بالسهل. هنا ما بتتعبش خالص. اما في اللسكيتا المصر بتتعب. تمام? طيب بالنسبة للفرق رقم خمسة. ده هيستولوجي شوية. يعني هيا دي مش اناتومي. بيور اناتومي يعني. تمام? شكلها شكلها مغزالي شوية. اللي هو الشكل ده كده. تمام? مغزالي كده. تمام? لكل واحدة ليها نيوكليس. ليها نواة. تمام? يبقى الشكل تحت المايكروسكوب ده. في الغالب هتاخدوه في الهيستولوجي تاني يعني. اللي هو الجزء اخر ده. عبارة عن شكلها الفيبر يعني شكلها مغزالي ليها او لكل واحدة ليها نواة. طيب هنا عبارة عن ايه? عبارة عن الخلايا يعني ماسكة في بعضها. ولكن كل واحدة برضو ليها ايه? ليها نيوكليس. زي ما شايف كده. تمام? كله متصف ببعضه. عشان كده هيقول لك. حين الفايبرز ليها تفرعات. تمام? طيب بالنسبة لاخر واحدة اللي هي المصر. والله كل فايبر يعني ممكن يكون فيها اكتر من نواة عادي. تمام? بيبقى في نواة في النص ونواة في الطرف. عادي يعني. تمام? ده من ضم الخصائص الهيستولوجية. آآ بالسكيتا النصر. يبقى. اذا انا عايزك تعرفه. تعرف الاتي. تمام? الحت بعد الهيستولوج دي مش مش فرقة لكده في اناتوم يعني. تعرف هل هي ولا لأ? تعرف هل هي ولا تعرف بتتغذى بايه? هل ولا تعرف هل هي اللي فتيجد ولا لأ? يعني بتتعب بسرعة ولا لأ? والشكل اعرفه برضو عادي يعني. كل خلايا لها نواة يعني. وهنا الخلايا تتصلوا ببعض. تمام? وكل واحدة لها آآ كل واحدة يعني او كل خلايا لها نواة. هنا بيبقى فيه اكتر من نواة. تمام? ده هنا الشكل نواة. ما فيش هنا فيه برانشز. هنا الشكل ده يعني هو عايزي بقى الدنيا كلها مربطة ببعضها بحيس ان هي ايه? كله او العضلة بتاعة تشتغل كلها في نفس الوقت. تمام? ما هو ده لازم لان عضلة يعني لها خصائص معينة شوية. ما ينفعش مثلا دي تشتغل لوحدها ودي تشتغل لوحدها. يعني نقدر انا عامل كده. ممكن اشغل مسلا والله الفايبرز مسلا قلعة البايسيبس بس. ما شغلش الترايسيبس. انما هنا لأ. الهارت كله بيشغل. في نفس ذات الوقت. يا ايه ما هيحصل مشكلة? ده كان اول موضوع في محاضر النهاردة. الفرق ما بين والكاردياك والسكريتل. والكاردياك دول يعني شواه بعض شوية. المختلفة عنهم اختلاف الجزرية. تمام كده? تمام. طيب لما اجي ابص على 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 سبيل المثال اجي ابص مسلا على اللي هي العضلة اللي على الهيومرس. البايسيبس. تمام? الباي والتراي والحاجات دي يعني. هلاقي في حاجة اسمها وحاجة اسمها اللي هي المنشأ بتاع العضلة. يعني كنا نمدعم. يعني مسلا في صورة هنا تقريبا وراء. اهي. دي البايسيبس والبراكياليز والبراكياليز والبراكياليز. المهم. هنا البايسيبس هي هنا بس هنا بقطوع يعني. هنا البايسيبس هي هنا. بايسيبس براكياج. تمام? لازم تتحدد اللي هي بايسيبس براكياج. يعني في بايسيبس في اللور لمب. تمام. هذه البايسيبس لها عدة اجزاء. الجزء الاولاني لها المنشأ او يعني سياجبها من المنشأ وكام الفوضة اسمها او المنشأ بتاعها. ماشية 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 ماشية. هنا كده الحتة اللحمة. اللي اسمها فليشي مصل بورد. فليشي بورد. حتة اللحمة بتاع العضلة يعني. تنزل 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 تنزل. فيه تندن الوطر. تمام? واخر التندن بيروح يمسك فين? بيروح يمسك فيه العضل باية. بالمنظر اللي شايفو ده. هنا كده اسمها يعني العضلة رايحة تمسك فين. يبقى ده الاجزاء بتاعة العضلة. اللي هو المنشأ. في الغالب بيكون يعني فين? يعني فوق. يعني فوق. تمام? هنا بيكون يعني ما بيتحركش. في الغالب بيكون يعني هو واحد يعني. في الغالب العضلة بيطلع ليها واحد. منشأ واحد. ولكن في بعض الحياة زي مسلا البايسيبس بص. البايسيبس ها. ليها اوريجن اهو. اتنين اتنين اوريجنز. ده عادي اه عاي مش مشكلة. تمام? يبقى اللي احنا اخدنا لحد دلوقتي في الاريجن. عرفنا ان الاريجن بيكون فوق في بروكزمال بورت. يعني اقل حركة من في الغالب بيكون يعني حاجة واحدة بس. ولكن في البايسيبس بيكون في تمام? طيب بنسبة للانسيرشن العكس. والله قلت لك هنا بروكزمال فوق. تحت الانسيرشن. اللي هو الحتة دي كده. ده الانسيرشن. يبقى الاريجن فوق الانسيرشن تحت. ده بيكون هنا في بيتحرك اكتر. هتليه كتهب لك لما ده جعل الصابقة هتليه كتهب لك يا يعني ايه? يعني بيكون اكتر. تمام? ليه? لان هو اصلا بيقلب بتندن. هيقلب بتندن. عشان هيروح يمسك في العظمة. تمام? طيب بالنسبة اللي هو الحتة اللحمة بتاعة العضلة. اللي هي ايه? اللي هي بالنسبة للصورة دي. اه. دي حتة اللحمة. دي اللي فيها تمام? دي العضرة. دي اللي مسؤولة عن الفورس. دي اللي مسؤولة تطلع لي بتاعي. هتحرك لي الدراع فين? تمام كده? لما شايف كده في ساهمين فوقه. ده هيتشده لفوق كده. يفدرها هيتطلع لفوق. ده اللي هو الفليشي او الحتة اللحمة بتاعضلة. تمام. بيقول لك برضو يعني هو في الغالب بيكون قطعة واحدة. ولكن في بعض الحالات بيكون اكتر. يعني في البايسبس باي يعني اتنين. يعني العضلة البايسبس فيها حتتين. طيب فيها تلاتة. تلاتة جروب كده. طيب بالنسبة في العضلة الربعية يعني. اربعة. وفي بعض الحالة اصلا بيقولوه بقيت خمسة. كان ده من الفين وستاشر. ايا كان او الجزء اللي هو اللحمة بتاع العضلة. انا بقول لك لحمة عشان هو فعلا لحمة. ده بيكون تمام? لي موتور سابلاي وسنسور سابلاي. يعني فيه افرنت. تعتقد اخلاك في السروجي لي افرنت. واي افرنت بيطلع منه. يبقى هكلمنا عن تكلمنا عن تكلمنا عن تكلمنا عن هتكلم عن الوطر بتاع الحضرة. اول معلومة لازم تعرفها عن انه يعني هو ما فيهوش يعني هو ما بيحصل لاش يعني التندن او الوطر مش زي في نهاية العضلة بيبدأ يحصل ايه? بيبدأ دي بيتحول لايه? بيتحول لتندن. التندن بيكون العضلة لها تندن من فوق ومن تحت. يعني ايه? في ولكن في الانسلشن بيكون اكبر شوي. يبقى هنا العضلة تمام? انا بشبهها جماعة والله كاين في ايه? كاين في حاجة كده محطوطة. وانا رابطتها بحبل من فوق. ومربوطة بحبل من تحت. ده تندن وده تندن. تمام? تندن فوق وتندن تحت. ده وده انسلشن. تمام? المعلومة الاخيرة في التندن عبارة عن انه تمام? يعني ايه الكلام ده? يعني هو ملهوش موتور. موتور فايبر. ليه ملهوش موتور? لانه هو اصلا نن كونتراكتايل. نن كونتراكتايل ما بيحصلوش انخباط. ما بيحصلوش كونتراكشن. فده طبيعي. تمام كده? يبقى المسل تندن الوطر بتاع العضلة نن كونتراكتايل. ما بيحصلوش كونتراكشن. في وطر من فوق وفي وطر من تحت. عند يعني على عكس. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه حتى الان? اتكلمنا والله عن اربع حاجات اربع من المسل والتندن. الحتة اللي فوق اللي هي في الغالب بيكون ولكن في بعض الحالات بيكون عادي يعني 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 زي يعني زي يعني اكتر. بيكون يعني لما اجي احرك او العضلة يحصلوها ده اللي هيتحرك اكتر يعني موجود تحت. الف هي اللحمة بتاعت العضلة. دي عبارة عن فيها او تمام? في الغالب بيكون ولكن في بعض الحالات بيكون اكتر يعني ممكن يبقى او او اكتر يعني باربعة. زي وبالنسبة لي اللي هو الوطر الاساسي بتاع العضلة بتحتيه. ده عشان كده فيه سنسوري ومفوش موتور. ده العضلة بيكون لها وطر من فوق. حاجة زي الحابلة كده مسكها من فوق عند ومن تحت مسكها من عند. ده بالنسبة لي الاجزاء او بتاعت المصر. الشكل ده شكل حلو. ويمكن اول مرة تشوف صورة واضحكدة للعضلة. دي عضلة ايا كانت العضلة انا بنجدعها ولكن دي سكليتا المصر. العضلة هيكلية مش 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 يعني. تمام? دي تمام? انا مش حشل احتفاصيل كتيرة. لان الحاجات دي لسه مش حاليا يعني. في غشاء اسمه او اسمه وفي غشاء اسمه تمام? وفي برضو غشاء اسمه تمام? ده بيسراوند الايه? بيسراوند العضلة. الحاجات دي ما اتعرفها شعر دلوقتي. انا بشرح الرسمة خلاص. بيسراوند او بيحيط الفاسيكل. الفاسيكلز عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة من الفايبرز فايبرز فايبر 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 فايبر. اتجمعوا مع بعضهم عملولي فاسيكل. حزمة يعني. لو شدت خيطة من الخيوط دي اللي هي الفايبر. تمام? حتلاقيها بتتكون من ايه? حتلاقي بتتكون من فايبرل. تمام? لو شدت واحدة من هذه الفايبرل اللي هي هي ما اصرف فايبرل اسمها مايو فايبرل. مايو يعني عضلة. مقطع من عضلة. تمام? حتلاقي بتتكون من ايه? حتلاقي بتتكون من الحاجات انت عرفان قبل كده. زي مسلا ايه? اه مايوسين واكتين والتروبو مايوسين والزيد باند والامي باند. اه الحاجات دي كلها. تمام? انا عازك تعرفوا تدريجيا كده. والله في عضلة. العضلة دي مش حتة واحدة لا. ده عبارة عن فايبرز. الفايبرز متجمع مع بعضها. كل شوية متجمعين مع بعض. وعملين فاسيكل كتبك اهو. الفاسكل عبارة عن فايبرز. الفايبرز بيتكون من فايبرل. والفايبرل بيتكون من اين? بيتكون من الاكتين والمايوسين والتروبو مايوسين والحاجات دي كلها. تمام. ده برضو يعني انت مش هتلاقي اناتومي بيتشرح لك الحاجات دي. لا. ده اللي هيتشرح لك الحاجات دي. تمام? ده اللي العلمي بالشيء يعني. يعني ايه الكلام ده? يعني اشكال التندن ده بيكون عبارة عن ايه? او ايه الاشكال اللي ممكن اشوفها للتندن. ممكن يبقى عبارة عن ايه? والله ممكن يبقى عبارة عن يعني حبل طويل. زي بتاعت الصوابع. الصوابع ايدي وصوابع رجل? ده وارد. طيب التندن ده ممكن يحصل له شوية تعديل. او موديفكيشن. يبقى يعني ايه الكلام ده? يبقى فاكرين في الفاشية قلت لكم في زي ايه الكلام ده? بصوا كده. يبقى التندن ماشي كده ويعمل ايه? كأنه مبطط كده على نفسه. التندن مش كورد كورد حبل لأ. ده بقى مبطط على نفسه. ده اللي هو تمام? ده اللي هو ايه? رقم اتنين. طيب. فيه المحاضرة بتاعة البون سيزامويد. تندن في سيزامويد بون. زي الكوعدة سبس تندن. في البتل نوع تاني اهو. ده شكل يعني من اشكال التندن. ممكن يبقى مش تندن واحد ده تندنز. زي مسلا في اه الابر لام. دي اسم عضلة. مسلا بروفاندس. تمام? معنى يعني فيه اكتر من تندن. تمام? انت تيجي تبص على ايدك كده. في ناس لايت الاوطار باينة في ايديهم. يقولك ده عصب. هو مش عصب ولا حاجة ده وطر. تمام? الاوطار اللي هو تحس ان في حفلة كده بيفورد تحت ايدك. ده وطر وليس عصب. يقولك ده عصب الجامل ياعم ده وطر ياعم. تمام? ده ده عبارة عن ايه? عبارة عن اكتر من وليس تندن واحد. يبقى تاني اشكال المصل تندن كالتالي. اربع اشكال. ممكن يبقى طويل زي الاوطار بتاعة الصوابع. بتاعتي. ممكن يبقى متبطط يعمل لها زي بالشكل ده انت شايفو ده. تمام? ممكن يبقى اكتر من تندن. ممكن يبقى في اكتر من تندن موجود. ممكن يبقى تندن او وطر فيه ايه? فيه سيزامويد بون. اللي هو العظم السمسيم اللي هو فاكر. زي الكوالي سبسن. دول اشكال بتاعة التندن. تمام. طيب بالنسبة للمصل اتاجمنت. يعني ايه? المصل اتاجمنت يعني العضلة مسكة فين? هل ممكن تبقى العضلة مش مسكة في بون? اه وارد على فكرة اخلي بالك. زي ايه? عندي والله انواع المصل اتاجمنت. اتاجمنت طيب زي في مصل اتاجمنت. ممكن تمسك في بون. ممكن تمسك في سكن. ممكن تبقى مصلة ومصل اتاجمنت. يعني عضرة مسكة في عضرة. طيب ازاي? البوني اتاجمنت ده اللي احنا عارفينه. تمام? والله عضلة التندن متاحرح تمسك في عضمة وخلصنا. بس. مصل اتاج شد باي اتس تندنس يعني بيتمسك في العضمة. تمام? ده الطبيعي. يعني مثلا. مسلا او العضلة بتندن بتاعها رح تمسك في العضمة وخلص. تمام? ده اللي هو ايه? ده اللي هو البوني اتاجمنت. سكن اتاجمنت. يعني هل من الممكن ان العضلة تمسك في سكن بس كده وخلص? اه. فين? في العضلات بتاعة الفيس. العضلات بتاعة الويش. بيبقى فيها حاجة اسمها او حيثة صغيرة جدا. من العضلات. لحمة كده صغيرة. العضلات دي متصلة بالسكن. متصلة بالجلد وبس. ولكن هي شرايح صغيرة من العضلات. يعني حاجة صغيرة جدا يعني مش كبيرة. طيب بالنسبة للنقطة الرقم ثلاثة. مصلة ومصلة يعني عضلة رايحة تمسك في عضلة. زي اللمبيركل موصلز موجودين في وموجودين في آآ الفوت. تمام? هنعرف الكلام ده لسه في العضلة مسكة طبعا العضلة هتندن. رايح يمسك في العضلة تانية. يعني متشبكين في بعض. تمام? يبقى التندن بتاع العضلة مسلا سين. رايح يمسك في التندن بتاع العضلة صوت. تمام? زي اللمبيركل موصلز. تمام? ده اللي هو الطيب بالنسبة للنوع التاني. حاس الكلام معقد عليكم شوية ولكن يعني ايه? واحدة واحدة هيتفهم. يبقى النوع الاولاني اللي هو ماسك في تندن. يعني تندن من عضلة. وتندن من عضلة تانية. ده اسمه بالنسبة للنوع التاني رافي. ده عبارة عن ايه? عبارة عن والله. زي مسلا اللينيا قلبا. اللينيا قلبا بتكون موجود في بطن الانسان كده عند الامبلايكاس السرة. بتطول كده. تمام? دي عبارة عن تمام? والله العضلات اللي موجودة عند الجزء اليمين مسكة فيها والعضلات اللي موجودة في الجزء الشمال مسكة. هحاول احاطركم بسورة دلوقتي ممكن تظهر في الجزء ده. تمام? اللي هي ايه? عبارة عن الخط ده كده. تمام? في دباق. الجزء اليمين من العضلات بيتصل. بها. الجزء الشمال من العضلات بيتصل بها. عبارة عن ايه? عبارة عن مصلت ومصلقات. يعني العضلة مش مسكة في العضلة. العضلة مسكة في دي. يبقى اتكلمنا في دي عن حاجتين. اشكال المسل ممكن يبقى ممكن يبقى يعني. ممكن يبقى عبارة عن اا اكتر من يعني. تمام? اللي هو اكتر من طيب بالنسبة لان اول اللي هي المصل والله ممكن يبقى ممكن يبقى تمام? يعني عضلة مسكة في عضلة مسكة في عضلة تانية تمام? تمام? زي تمام? العضلة مسكة في تمام? والتندن مسك في عضلة تانية. متشبكين في بعض. زي ما قلت لك هيكون في كده بالطول. والعضلات اللي في الناحية اللي ما مسكة فيها والعضلات اللي في الناحية الشمال مسكة فيها. ده اللي هو هنبدأ اتكلم مع بعض دلوقتي في النقطة البعض كده. الا وهي يعني ايه الكلام ده? يعني الترتيب بتاعها. تمام? ده ما معنا كلمة والله فيه ممكن عندنا بضع الحالات. اول حالة معنا ده وهي او يعني بتاعة العضلة بتكون يعني ايه الكلام ده? يعني بتاعة العضلة بتاعتي? الالياف بتاعة العضلة بتاعتي? بتكون موازية لللاين اف بول. خيب يعني ايه يعني انا مسلا العضلة هتحرك في الاتجاه الشمال الشمال الشاشة كده. تمام? فاللاين اف بول بتاع العضلة او بتاعة الفايبرز هتكون برضو في نفس الاتجاه. تمام? يبقى الفايبرز موازية للاتجاه بتاع بتاع العضلة. او لاين اف بول اف ده ماصر. تمام? كده? تمام? هنشوف الكلام ده دلوقتي. يعني مسلا ده كده هو مسلا لفوق. فالفايبرز بتاعتي موازية للاين اف بول. تمام? ده على سبيل المسال. تمام? طيب دلوقتي والله زي ما هو كتب لك كده يعني الفايبرز طويلة لان هو الفايبرز موازية للاين اف بول. تمام? اند فيور النامبر زين انزا طيب. هناخد كمان شوية بالزبط. يبقى العدد بتاع الفايبرز بيكون قليل. ولكن الفايبرز بتكون طويلة. علشان كده بما ان يعني الفايبرز طويلة بتديني يعني بتديني مدى حركي واسع. ولكن لس فورس كونتراكشن. بما ان يعني العدد الفايبرز بيكون قليلة. فالكونتراكشن او كمية الانقباط بتاعة العضلة هتكون قليلة شوية. تمام? يبقى تاني والله عندي اول احتمال الا وهو ان الفايبرز بتاعتي تكون موازية تمام? معرفنا يعني ايه? الفايبرز بتكون طويلة وعشان هي طويلة هتديني او هتديني مدى حركي واسع ولكن لس فورس اوف كونتراكشن. الكونتراكشن فورس هتكون قليلة. تمام? على عكس الاوبليك. يعني هما التين عكس بعض. خلي بالك. تمام? اشكال الباراليل ممكن تبقى انا قرتك من شوية بالزبط الصورة دي. اللي هي الشباب لايك. شبه الحبل. مع السراب يعني حبل قاصل. تمام? يعني حبل. يعني حبل. يعني موازية. عندي والله فيوزي فورم. وقلنا معنى فيوزي فورم في اول محاضرة خالص. تمام? اللي هو مغزالي كده. ده مثال على زي تمام? اللي السراب مصل هناخدها اترمي التاني اللي هو في عضلة في عند كده. يعني مربعة الشكل. تمام? زي تمام? هناخدها في الفور ارم. آآ في الكورس الخاص بالأبر دي. تمام? يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن اول احتمال. الا وهو ان ممكن تكون بتاعتي موازية. طيب ايه تاني? والله قلنا في عندي حكتين عكس بعض. في الاحتمال الاول ان الفايبرز بتكون طويلة وعشان هي طويلة هتديني مدى حركي واسع. وفي نفس الوقت هي اعدادها قليلة. قليلة بالنسبة للنوع التالي اللي احنا سحكي لها معي دلوقتي. طيب بما ان الفايبرز قليلة هتديني انقباض قليل. طيب اشكاله والله عندي ممكن تبقى زي الحبل اللي هي كمثال يعني زي زي تمام. طيب النوع التاني ابليج. المسل فايبرز ابليج. طيب يعني ابليج يعني مشى بزاوية يعني مشى بزاوية. يعني بالمنظر اللي انت شايفه معايا ده. ده اللي هو مميز كده او عمودي على السطح ده. طيب الفايبرز الفايبرز ماشى بزاوية كده. زاوية زاوية مسلا ايه? في حقوق مسلا زاوية آآ ستين درجة كده. كده كده. تمام? وهكاز عالجنب التاني. دي مسال على الايه? ده مسال على تمام? يبقى الفايبرز بتاعت ماشية تمام? هنا كانت حنشوفها على الصورة تاني. هنا الاتنين متوازين مع بعض. انما دي لأ. هنا على سبيل المسال اللي هي كان المسال برضو اللي هو موازي كده موازي موازي موازي. تمام? ده اللي هو مسال على الفايبرز او المسل فايبرز تمام? طيب دلوقتي اللي ماشية عوبيه. قلنا في اول مسال ان الفايبرز بتكون طويلة. اعكس. الفايبرز ستكون آآ Geschيارة. قلنا في اول مسال ان الفايبرز بتكون الليلة في العدد. اعكس. الفايبرز ستكون كبيرة في العدد. تمام? تمام. يبقى دلوقتي بما ان بما ان كبيرة في العدد كبيرة يعني هتديني اعلى من طيب بما ان صغيرة يبقى هتديني يبقى الاتنين عكس بعض. تمام? يبقى والله في اول نوع له عندي هتديني عندي اعدادها قليلة هتديني هنا العكس. تمام? قصيرة قصيرة فهتديني قليل. اما الاعداد كبيرة يبقى هتديني اعلى من الباراليل فايبرز. تمام كده? تمام. طيب مسال في امس انا مش مسال واحد. عندي بنيت. البنيت زي اللي احنا شفناها من شوية دي. دي يعني فيه انواع من البنيت يعني فيه تمام? فيه باي بنيت فيه مالتي بنيت. تمام? يعني بنيت فايبرز. البنيت فايبرز دي بتكون عبارة عن جزء كده من العضلة كأنه نص حاجة يعني. تمام? زي ما انت شايف معا كده. تمام? ده او الجزء اللي بينصف العضلة. تمام? هنا الحتة دي كده تسمى او يوني بنيت. الفايبرز ماشي يا اوبليك. تمام كده? تمام. يبقى اليوني بنيت. نص نص حتة كده. تمام? على سبيل المسال زي كل العضلة دي هنشوفها فيه يعني حتتين. حتة يمين وحتة شمال. زي الايه? زي مش لازم تحفظ الامثلة يا رب اسمع عليها. يعني واحدة جنب التانية جنب التانية جنب التانية وهكذا. تمام? ولكن هنا يعني هكررها اكتر من مرة جنب بعضها. تبقى مالتي بنيت. طيب حتة تانية. حاجة اسمها سيركم بنيت. تمام? سيركم بنيت يعني يعني في النص وفيزها شعوبات طلعة منها زي مصر. يبقى انا دلوقتي عايز اكتعرف يعني ايه? بنيت. البنيت ده نوع من الابليج. تمام? الفايبرز مشي اوبليج بالنسبة لي. البنيت دي في منها اربع انواع يوني بنيت مالتي بنيت سيركم بنيت. تمام? هنا دلوقتي يوني بنيت في جنب واحد باي بنيت في جنبين. مالتي بنيت ده اللي هو فيه اكتر من حاجة. وسيركم بنيت هي مالهاش صورة يعني هنا. ولكن تبقى التندون ده في النص وطلع منها تفارعات كده حواليها. تمام? ده بالنسبة لي والحاجات دي. مسلسة الشكل. زي تمام? في الفايز. تمام? يعني ايه مسلسة? زي ما حضرتك شايف معك ايها مسلسة. طيب بالنسبة للنور اللي بعده كانت توستد او سبايرل. يعني ايه سبايرل او توستد? تخيل معايا انت جبت حبل وبازت وبرومو. فانت هتلاقي حتة من العضلة دي ملفوفة حوالي نفسها. هنشوف الكلام ده في اول محاضرة في الابر لامب. البيكتراليز ميجور. اللي هي العضلة بتاعت السدر. تمام? مش عارف لها صورة هنا ولا لأ? تمام? مالاش صورة. المهم اللي هي السبايرل او توستد. توستد يعني ايه? يعني ملفوفة كده حوالي نفسها. ده بالنسبة للسبايرل. طيب بالنسبة لاخر نوع كروشيت ماصلس. تمام? زي الكروشيت اللي جميل ده كده. اللي هو زي الصديب. المثال بتاع الكروشيت ماصلس. اللي هو السرنم السويد ماصل. تمام? العضلة اللي طلع من السرنم كل الكلام ده هنشوفه فيه ما بعد. عضلة طلع من السرنم ورايحة تمسك فيه تمام? ده بالنسبة لي يبقى تاني عندي بالاربع انواع. عندي يعني مسلسة الشكل. عندي والله نوع يعني ملفوف حوالي نفسه. عندي والله نوع كروشيت يعني آآ زي الصليب. عندي بقى حتة برضو مهمة. حاجة اسمها سفينغتريك او سيركولر. سيركولر يعني دائرية. سفينغتريك يعني صمام العضلة اللي حوالين الاينس اللي فتحيت الشرق صمام. تمام? ده على سبيل المثال يعني. يبقى احنا اتكلمنا دولة عن حاجتين بس. اول نقطة على ان الفايبرز باراليل والنقطة تانية على ان الفايبرز ممكن تكون وعرفنا الاشكال دي كلها. الاستراب والكوادريت والفيوزي فورم دول اما اليوني بينات مالتي بينات سيركمبينات الحاجات دي كلها ده بالنسبة لي اول نوعين. طيب نقطة مهمة بقى والحاجات دي هتاخدوها في الترم التاني ان شاء الله. الميكانيكا الحيوي. او هو حاجة اسمها برايم موفر. او ااجونست. سيبك من ااجونست دي. برايم موفر يعني برايماري يعني اساسي. اسمها الميكانيكي اسمها ااجونست. تمام? يبقى اول معلومة لازم تعرفها دلوقتي ان ال برايم موفر اسمها ااجونست. طيب يعني ايه برايم موفر? ويعني اصلا ااجونست. يعني انا دلوقتي هتني كوعي او هتني ايدي. اي حاجة او اي اكشن هعمله. ايه العضلة الاساسية? انا قلت ايه? ايه العضلة الاساسية? اللي هتعمل اكشن او هتعمل حركة ديه. ده معنى برايم موفر. يبقى معنى اجونست. مجموعة من العضلات او عضلة واحدة عادي. بتنقبض. بتكون تركت. يعني عشان تعملي حركة معينة. تمام? ده معنى برايم موفر. تمام كده? يعني ايه العضلة الاساسية اللي هتشتغل معايا? تمام كده? تمام. طيب. لو بصيت كده ما بين القوسين دول هتلاقي مكتوب ايه? يعني حاجة معاكسة يعني. يعني في عضلة هتعمل دي او هتعمل الحركة يعني? ويقابلها على الجهة الاخرى على الجنب الثاني. عضلة او مجموعة من العضلات. يعني بتعاكس هذه الموفمنت. نبين قوسين حسك بدأت تطلق بعض. ما فيش مشكلة. انا دلوقتي هبدأتني كوعي هعمل في عضلة اسمها عند الهيومورس كده. وعضلة تانية اسمها البايسيبس. اكيد انت سمعت عن البايسيبس دي. تمام? بقيت هتنيه كده شغلت العضلات اللي في الوش دي. اللي هي اللي هتعمل لي هتتنيلي كوعي انا. طيب فين الانتاجونس? الترايسيبس ناصر? اللي هي في الكوع من وراء. تمام? دي المفروض هتشغل عشان او هتراكس الموفمنت. بحيس ايه? ما يبقاش فيه كفة والكفة التانية مش متزنة لأ. لازم الكفتين يكونوا زي بعض. يبقى او دي اللي هتكونتراكت عشان تعمل لي الموفمنت بتاعتي. طيب هتكونتراكت برضو مجموعة من العضلات او عضلة هتنقبض علشان عشان تراكس او هتنقبض في الاتجاه الاخر. ده بالنسبة للاجونس طيب بالنسبة للنوع التالت اسمها ايه? بكل بساطة. في عندي عضلة او مجموعة من العضلات ممكن تمشي او تعبر اكتر من مفصل. يعني مسلا والله ممكن تشتغلك على مفصل كوعوة الرست. القلب هو رست. شولدر وقلب وهكزا. العضلة دي السينرجيستيك مصل دي بتشتغل علشان لو في فرضا بتكلم ايه? فرضا. لو في حركة غير مرغوب فيها توقفها. يعني انا هشغل مسلا الديستل سيجمنت. علشان ما يتحركش. فهشغل مسلا. تمام? كتب لك اهو. يعني لما دي بتعبر او بتمشي على تمام? ايه اللي هيحصل? المفروض لو في يعني حركة غير مرغوب فيها هي اللي هتوقف المنوضة. او الحركات اللي انا مش هيسا. تمام? وفي الغالب وفي الغالب ده بيحدث على اللي هي الحتة الفوق. تمام? يبقى ده بالنسبة لي. يبقى دي اللي هتعمل الحركة الاساسية. هتعكس الاكشن هتشغل في الطرف المعاكس. هتمنع او الفيكزاتور اللي هي اخر نوع. يعني دي بتثبت. تمام? يعني انا دلوقتي على سبيل المسال هرفع مسلا عشرين كيلو على ايدي كده. لازم كتفي يكون ثابت. ليه? لان انا لو برفع مسلا عشرين كيلو وكتفي مش ثابت. تمام? بتاعة الشولدر ما حصلتهمش انا هنزل بوشي على السندوق اللي انا هشيلو ده. انا هتكافي على وشي. ليه? لان ما فيش على تمام? يبقى من اسمها بتعمل 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 تسبيت. بتثبت او بيحصل على تمام? علشان اعرف اعمل في والمسال على كده لما اجا اشيل صندوق او بشيل مكتب مسلا بشيل من مكان لمكان. المفروض العضلات بتاعة الشولدر بيحصل فيها علشان اعرف اشيل المكتب ده او اشيل الصندوق ده. وإلا وإلا هتكافي على ده بالنسبة يبقى اجونست وانتاجونست سينر جستك وفيكزيتور. اجونست هتبدأ هي اللي هتعمل لي او هي اللي هتعمل لي شوية البنزين اللي هيحركوا لي المفصل. دي عضلة او مجموعة من العضلات هيحصل فيها في سينر جستك دي بتمنع الانوانتد موفمينت او الاندزاير موفمينت على والفكزيتور مجموعة من العضلات او عضلة بيحصل فيها على علشان ما تكفيش على وشي قدام لو انا بشيل حاجة. يعني انا لو بشتغل دول هيحصل فيهم على مستوى تمام زي ما هو كتب لك هنا زي العضلات اللي بتعمل يعني ايه الكلام ده? يعني زي ما قلت لك من شوية انت بتشيل حاجة بتاعك كده العضلات تمام? هتثبت لي بالسكابولا وايه ده كدت حرك عادي. ده بالنسبة للانواع بتاعتي اللي هم اللي اربع نوع تاني بقى تكرر عليهم تاني لان هم هم مين? وانتاجونيست وسينرجيستيك ماسلز وفيكزيتور. هتكلم دلوقتي عن بعض الحاجات المهمة الها وهي يعني ايه كرام ده? يعني انا دلوقتي هل من المنطق او هل من الطبيعي ان يكون موجودة عضلات بس بدون حاجات تساعدها? لا. هي يعني طبيعي هيكون في مسلا عضلة هيكون في مسلا الكافر بتاع العضلة. هيكون في مسلا حاجة اسمها بيرزة. هنشوف كل الكلام ده دلوقتي. طيب السؤال كالآتي الحاجات دي كلها تقع تحت كاتيجوري اسمها ايه? تقع تحت الكاتيجوري بتاعة يعني الكلام ده يعني العوامل المساعدة او الحاجات المساعدة للعضلات. تمام? يعني انا عندي عضلة. تمام? او مجموعة من العضلات وبعض الاشياء الاخرى. تمام كده? فهو هنا كاتب لك في حاجات او هي عبارة عن حاجات بتساعد العضلة علشان تعمل لي معين. يعني حركة معينة. تمام كده? عندي والله لو فاكرين في اول الفيديو في الصورة دي. قلت لك والله هي عندي عضلة. وفي غشاء او حاجة بتغلف العضلة. تمام? بتغلف طبعا الفاسكل والفايبر والحاجات دي. وفي غشاء بيغلف العضلة كاملة. تمام? ده اللي هو ايه? ده اللي هو يعتبر عامل مساعدة. اللي هو تمام? سواء والله ده بيغلف حزمة عضلية. او بيغلف او بيغلف العضلة كاملة ما عنديش اي مشكلة. طبعا احنا عندنا فاشة بتغلف برضو العضلات. ده يعتبر ايه? ده يعتبر طيب بالنسبة الواتر. هل الواتر من المنطقي انه يكون كده وخلاصي يعني واتر كده من غير اي غشاء بيغلفه? لا. بيكون لي شيث. تمام? ده كده عندي حتة من عضلة. يعني على اعتبار ان هي مسلا. البايسيبس مسلا. تمام? وده الخاص بالعضلة. تمام? عندي شيث. شيث يعني غشاء. احنا عارفين بكده يعني هذا الشيث او هذا الغلاف او ده او الغطاء اي مسمى عادي هيمشي معايا. بيغلف لي كاملا. تمام? ده علشان ايه? ده علشان والله لما اجي مسلا. ده يروح يمسك في بون. يبقى متحافز عليه يعني ده ولكن في نقطة مهمة برضو مع يعني الحركات اللي هي اللي فيها بتتكرر او تكرارها كبير. ده ممكن يحصل فيه في هذا الشيث. تمام? اللي هو يعني التهاب. تمام? طيب بما اننا هشوفنا الصورة دي بقى لازم نكمل. الاخر عندي هنا بيغلف لكده او بيبقى زي ايه? زي رباط كده حوالين التندن. بيكون موجود عند الصوابع بتاعة الايد يعني. عندي هنا حاجة اسمها ما الطبيعي. عضلة تندن ورايح يمسك فيه البون. هنا بقى حاجة مهمة الكلام ده سابق الاواني يعني ممكن ما تسمحوش سنة ولا خالص حاجة اسمها هي نقطة تحول التندن لبون او نقطة اتصال التندن بالبون. نقطة اتصال الوطر بالعظمية الحيتة دي كاسمها تمام? ممكن يحصل فيها حاجة برضو ايه? ممكن يحصل فيها ممكن ده لو فيه او وزن شديد نزل عليه هياخد حتة من العظمية وتتخلع كده. ده اللي هو ايه? ده اللي هو يبقى اتكلمنا عن بتاع العضلة والتندن في حاجة اسمها البيرسة زي ما احنا شايفين كده بتكون عبارة زي كيس كده ولكن ساميك شوكي الزلالي يعني. تمام? بيكون موجود والله في بعض الاماكن. في الغالب بيكون موجود آآ يعني عند بتاع التندن علشان التندن ما يحتكش بالعظمية ويحصل في مشكلة. تمام? على سبيل المثال اتكلمنا والله على تمام? ده بيتقع عليه البتلة. تمام? ده اللي هو ايه? ده كنوع يعني ممكن يكون في بعض الفات يعني العضلة تبقى مش كلها ممكن يبقى فيها بعض الفات او بعض الترسيبات من الفات طبيعي يعني واحد تخين مسلا من تلك العضلات فيها شوية فات صغيرين يعني. تمام? الحاجة الاخيرة رقم ستة حاجة اسمها هنشوفها كمان حوالي خمس زعي بالزبط. لانا عايزك تعرفه في بعض الفيتشرز بعض الحاجات اللي بتساعد العضلة زي والله غشاء العضلة بتاع العضلة. ممكن يبقى عندي والله او الغشاء بتاع التندن اسمه ممكن يبقى بيرسة ممكن بس ممكن تبقى شوية فاتي تشو. ممكن تبقى هنشوف كمان شوية بزرع. هناخد الساينوفيا البيرسة. تمام? البيرسة بتبقى عبارة عن سك. السك دي بتبقى عبارة عن حاجة كده مليانة يعني على اعتبار انها بلونة صغيرة يعني. تمام? يعني كأنها كرة كده زي ما انت شايف معي. تمام? بيكون فيها كمية من الفلاود. اللي هي الساينوفيا الفلاود. ده طبعا زي ما قلت لك من دقيقتين بالزبط بتكون موجودة يعني مسلا والله هنا يعني ده طبعا هناخد الشولدر ان شاء الله في آآ الكورس بتاع الابرلمب. هنا حتة اسمها الاكروميون. وهنا طبعا الكلافيكل عضمة الترقوة يعني وهنا الاسكابولة وهنا اليومرس. هنا عضل الله طريحة تمسك في الحتة دي. فوجود البيرسة علشان العضات ما يحتكش او التندن ما يحتكش بالعضمة. وبكده ممكن يحصل فيه او ممكن يحصل فيه اصابة. فربنا خلق وجود البيرسة علشان آآ يعني ايه? اثناء الاحتكاك يعني الاحتكاك قليل شوية. ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة ليه البيرسة. البيرسة مكتوبة فين اهو? مكتوب فيها بلايز بتوين تو موبايل سيرفزز. يعني في حاجتين بيتحركوا. فهي بتكون موجودة في النصها بينهم. علشان ايه? علشان آآ ما يحصلش مسلا في التندن او العضلة مشكلة. زي ما هو كتب لك برضو. اكت از اللي هو بيزيت او بيلين الدنيا علشان يقلل الاحتكاك. عشان يقلل وعلشان يسمح بفريج لايدنج. علشان الحاجة اللي بتتحرك التندن يعني يتحرك براحته. ما فيهوش اي مشكلة. طبعا فيه اماكن كتيرة لوجود. تمام? ممكن تبقى تحت الجلد عطول. تحت العضلة. تحت 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 يعني على حسب والله ايه او ايه العضو اللي هتكون موجودة تحته. لو هي موجودة تحت تندن. لو هي موجودة تحت عضلة. يبقى سب ماسكولر وهي كزا. يبقى احنا اتكلمنا في هذه السلايد عن حاجتين. الا وهي الحاجة الاولانية. الحاجات المساعدة للعضلات. واكلمنا عن السينوفيا البارسة. هنا تكمنة للجزء اللي احنا اخدناه من شوية اللي هو وكده. هنا برايم موفر اللي هالبايسيبس. تمام? هي المسؤولة عن الايه? هي المسؤولة عن بداية الحركة او بتاعة الحركة. تمام? الترايسيبس من وراء. الترايسيبس من وراء. دي اللي هي الانتاجونس. يبقى دي اجونس تو دي انتاجونس. هنا وهنا. تمام? دول مصل. تمام? اللي هي بايه? اللي هي في عضلة. العضلة دي بتعمل او بتنقبض او بتعمل عشان بتمنع او تمام? طبعما تقول بردو ده علشان بردو بتعمل او بتشتغل مع البريكيو راديالز. التندن سينوفيال شيس. احنا تكلمنا اصلا عليه. والله عندي تندن. طبعا الكلام ده يعني ايه? يعني فكك منه. الكلام بتفصيل شوية. التندن ده او الشيس يعني بتاع التندن بيكون يعني بيكون عبارة عن تمام? ده بيكافر او بيغلف لي بتاعي. تمام? سيبك بقى من والحاجات دي اللي انا عايزك تعرفه والله في مصل او عضلة. بيطلع منها التندن. هذا التندن لازم يكون متغلف. بيتغلف بيشيس. بيتغلف بكافر. الكافر ده بيكون وفي الاخر بيروح يمسك فيه العضمة بتاعتي او البوم بتاعتي. تمام? هنا شكل الايه? هنا شكل هرفنا يعني ايه بيرسة? بيرسة دي عبارة عن يعني زي كيسة صغيرة كده. مليانة بتكون موجودة في بعض الاماكن ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى يعني تحت تحت العضلة تحت او تحت ده بالنسبة ليه السينوفيال شيث والبيرسة. طيب بالنسبة ليه اخر حاجة معنا في محاضرة النهاردة. الا وهي يعني ايه الكلام المعقد والصعب ده? تمام? المصالح بتاع ده يعني غضروف. طيب يعني ايه? والله في بعض الاماكن بكل بسيطة انا بتتنملك بالبلاد خلص اهو. في بعض الاماكن اللي ممكن يكون فيه شوية او يعني شوية تحرك كده بيحصل لرولنج. فالبيري او اللي هو الغشاء الخارجي للعضمة. ده بيحصل فيه تعديلات او بيحصل فيه بيبقى عبارة عن او بيكون في عبارة عن حتة تمام? يعني زي كافر كده. مثال على كده وهو بيعدي في ما تقلقش. هناخد كل كل ده في كورس. تمام? هادي طالع. تمام? رايح ده في النص ده. هنا في الحتة دي كده بيكون فيه عبارة عن او لامنة كده من ده معنى بالبلدي وبكل بساطة عبارة عن ايه? عبارة عن امتداد او او تعديل من بتالعضمة. تمام? بيحصل له كده اللي هو ايه? تغير. بيبقى عبارة عن فيبرو كارتليج. بيبقى او كافر من الفايبرو كارتليج. تمام? زي الايه? زي وهي بيعدي زي وهو بيعدي في الجروف. تمام? طيب اخر حاجتين معانا في محاضرة النهاردة. عندي والله بكل بساطة. عندي العضلة لازم يكون لها تغزية يعني. فهو معدي بيدي برانش لايه? بيدي برانش او بيدي تفريع عليه العضلة اللي قدامه. تمام? ده معنى بديهيا وبالمنطق وباللوجيك العضلة اللي هي الفليشي بارت او الجزء ده بتاع اللحمة يعني ده هو اللي بيكون مور فاسكولر. تمام? اكتر من التندن احنا قلناها اصلا. يبقى بيكون مور فاسكولر. اما التندن بيكون لس فاسكولر. تمام كده? يبقى البلات سابلاي بتاع العضلة. والله بيكون لبساطة في بيغزي العضلة بتاعتي. ولكن الجزء اللحمة بتاع العضلة ده بيكون مور فاسكولر. اما الجزء التندن ده بيكون لس فاسكولر. يعني فيه كمية بلات سابلاي قليلة. طيب بالنسبة لاخر حاجة طبيعي العضلة يعني بتعمل لي حركة. بتعمل لي موفمنت. فهو لازم يكون لها موتور فايبر. ولازم يكون لها يعني ايه كلام ده? لازم العضلة يكون فيها احساس. يعني تمام? او الجزء اللحمة اللي هو ده بيقررها ثاني يعني اللي هو الحتة دي. ده بيكون فيها ايه? بيكون فيها موتور. ويكون فيها سنسوري. طيب احنا قلنا اصلا في اول محاضرة ان التندن الواتر تمام? يعني ما بينقبضش. على عكس العضلة. فالتندن بيكون موجود فيه بس سنسوري فايبرز. يبقى التندن سابلايد باي سنسوري فايبرز اونلي. تمام على عكس المصل يبقى العضلة والله ليها موتور وسنسوري. اما الواتر او التندن بس. ده كان عنوان في خمس دقايق احنا مش هنطول. اتكلمنا عن ايه? كلمنا عن والله الفرق ما بين اعرف الفرق ما بين كل واحدة والتانية. تعرف ان الاتنين فيهم يعني انا بتحكمش فيهم. وديه من فيهم اللي بيتتعب بسرعة او والاتنين دول ما بيحصل لهمش فاتيج بسرعة. الشكل بتاعها تعرفه. تعرف الاجزاء بتاعة العضلة. ده اللي احنا لسه يعينه حالنا اهو. ده ما فيهوش او يعني لسنسوري. اما ده موتور وسنسوري. تمام لين الاتنين يعني. احنا عرفناهم. تمام? اتكلمنا عن الاشكال بتاعة المصل وتكلمنا عن يعني بتاعة العضلة. اتكلمنا عن وعرفنا الفرق ما بين الباراليلي يعني الموازي. والابليج اللي هو جاي بزاوية كده. ده شكل الموازي. ده شكل الموازي وده شكل الموازي. وده اللي جاي بزوايا. ممكن تبقى يونيبنيت مالتيبنيت بايبنيت او ممكن تبقى سيركم بنيت. اتكلمنا عن على حسب الفنكشن. ممكن تبقى اللي هي المسؤولة عن او الحركة. اللي بتعاكس المين اكشن. دي بتمنع الحركات الغير مرغوبة فيها. لو انا دلوقتي شغالة على الدسة يعني مسلا في ايدي او كده. العضلات اللي على او الكتف بيحصل فيهم علشان اعمل هذا. طيب بالنسبة للحاجات المساعدة للعضلة. عندي والله ستة حاجات. او الغشاء بتاع العضلة. الغشاء بتاع التندن اللي هو الشيث بتاع التندن. الشيث. الفاتي. وعرفنا ان بيبقى كيس زلالي كيس صغير كده. ولكن يعني قوامها ناشف برضو شوية. تمام? مليانة. علشان لو في حاجة بتتحرك عليها. ايه لا يحصل? ما تحتكش بالعضمية. او يحصل فيها تير او انجري. نفس الكلام في التندن شيث بيغلف لي التندن علشان يحافظ عليه. ولكن مع كتر الحركة في او الحركات المتكررة. ممكن يحصل فيه طيب بالنسبة لي والله في بعض الاماكن اللي بيكون فيها التندن معادي يعني وبيحصل دايما. او بيتعرض لبعض بيحصل فيها موديفيكيشن. فاتي ديني او كده من زي واسمه التاني طبعا كل كام ده هنغطو في الابرلم. اتكلمنا عن وعرفنا ان ده التغذية الاساسية بتاعة العضلة بتاعتي. وعرفنا ان بتكون اكتر من التندن. اتكلمنا عن وعرفنا والله ان العضلة بيكون لها موتور وسنسوري. اما التندن بيكون لها سنسوري فقط. كده نكون خلصنا موحدة النهاردة الى وهي الاناتومي. وبالتابعية نكون خلصنا كورس الخاص بالجنرال اناتومي. اتمنى تكون الدنيا كانت سهلة وبسيطة. ياريت بقى نسمع الفيديوهات كامية وراء بعض. عشان هينزل لكم في الغالب فيديو مراجعة. واشوفكم على خير بازن الله. واشوفكم ان شاء الله في كورس اتمنى تكون الدنيا سهلة وبسيطة. شوفكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة